السلام عليكم مشاهدين كديرين لبس عليكم مرحبا بكم في يومية ام شامس كانت تمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله فيديو جديد وصفة جديدة عبارة عن مائدة الافطار والطبق الرئيسي اليوم ديالنا هو سكسو ويلا نبدأ على بركة الله بسم الله لدينا الحم ديالراس الراس اللي بناترا كيجي واحد لما داقيا سلام كيجي رائع في سكسو ديالنا كيلو ديال الحم كيلو ديال البقري والحمر راس وكنجيبو نجارة الدغط الكوكوت كنضيفو فيها الحم الراس ديالنا كنضيفو فيها اللحم يعني كيلو ديال الحم والحمر راسي اللي بناترا كيجي رائع وعدنا هنا الخضار لفت البيض واللفت السفر وعدنا هنا خيزه مقطع على جوج وعدنا هنا مكور وعدنا القزبور والمعدنوس وعدنا جوجة بصلات وعدنا القرعة الحمراء كيلو وعدنا الكورجيت وعدنا الدنجال وهذا نخليهم تطيب لنا اللحم وخيزه ديالنا واللفت عادي نضيفوهم كنضيفو ذا بالبصلة كنقطعوها بالطريقة هذي وتكسو البناترا كيجي معلك كيجي رائع البنات كيجي واحد لما داق فيه مع ذاك اللحم الراس كيجي رائع البنات وكن قولت شيرا كيجي رائع بساف ومن بعد ما قطعنا البصلة ديالنا سنضيفو لها التوابيل لدينا معلقة ديال الخرقوم معلقة كبيرة يعني معلقة كبيرة لدينا معلقة كبيرة ديال البزار ركتعرفو سكسورا كيبغي شوية التوابيل لدينا معلقة كبيرة ديال شكنجبير لدينا معلقة كبيرة ديال الملحة الملحة دفتع لحسا لا يريد لانا اخذ العبار لدينا ثلاثة الملحة ديال القصبور والمعدنوس يعني مياه ديال القصبور والمعدنوس نضيفو مخلطين لدينا نسكس ديال زيتون نسكس نسكسورا كيبغي شوية تزيت ودينا هنا اربعة تماطيشات مطحوني نفعل مونيكس نضيفو شوية ديال الماء ونضيفوه مع الحم ديالنا را كي تجي مع الكالبنات كي تجي رائع هذا اللصوص هذا را كي يجي رائع وعيال البنات كي يجي رائع من بعد ما ضفنا العطرية غادي نضيفو الكوكوة ديالنا فوق البوطة غادي نقليو الحم ديالنا غادي تشحر لنا مزيان تيتشحر مزيان يتقلى لنا الحم باش تسجمي لنا ديالك مع طيشة ودك العطرية من بعد ما تشحر لنا الحم غادي نضيفوه خيزو جازار مقسم على جوج وغادي نضيفوه البيض والحمر ها فوه اللفت سفر وغادي نضيفوه المكور تاويا هنضيفوه الربيع تاويا ديال ربطة الربع هنضيفوه التاية من بعد ما ضفنا خضرنا كاملين نضيفه إلى الماء من معلومات حسابة نضيفه لا تشوفه و نسده على الكوكوت التكر طيب نضيفه على الكوكوت نضيفه السميدة لديناها استعادة السميدة القمح ستجيها كرائع البنات وإذا لم تريدك تجيكهم كورة نضيفه لها الزيت في الأول لا نضيفه لها الماء نضيفه لها الزيت و نضيفه لها الزيت و نضيفه لها الزيت في هذه الطريقة و نضيفه كل المبتدئات و نضيفه الكوكوت نضيفه لها سميدة لنا يعني لما أريد أن يشرب لمب بدون أن تدوزه بصير نضيفه فوق الكوكوت و نضيفه و نضيفه نضيفه لها جيدة و نضيفه و نضيفه فوق و نفرغه و نضيفه فوق الكوكوت و نضيفه و نضيفه لكيز و نضيفه فيه سميدة و نحاوله أن يكون يجريه طبيعي لنا لا يشد الوقت لذلك نقبل هذا الماء لا يجب أن يسخل ويبقى يتشرب هذا الماء والزيت يتشرب ويتحل تقيسية تلقى محلول لا يتكوّر مواله لا يكون في الكويرات ونبدأ نحل بها الطريقة هذه يجينا ساهل أهل هذه البنات ونحلوه يجب أن تشرب لنا هذا الماء يتحل وستبارك الله ما شاء الله يجي نفتي يجي محلول يجي رائع البنات وضغية لا يشد لنا الوقت يعني مدة ساعة ونصر يطب لنا الغداء السميدة من بعد ما تشربت لنا مزيان من بعد ما تقيسوها تلقوها ناشفة نقوم بها في الكسكاس نقوم بها السميدة نقوم بها نقوم بها نقوم بها نقوم بها سوف ننجح معكم لا يمكنك أن تكون سميدة لا يمكنك أن تلقوها معا مشكلة سوف تحليكم ضغية من بعد نقوم بها ونضعها فوق الكوكوت سوف نقوم بها تفورة ثانية سوف نقوم بها تفورة ثانية من بعد ما دلنا الفورة ثانية نضيفها مع القديل السمن من بعد ما طابت لنا الخضرة سوف نضيفه الغرعة الحمراء والكورجيت والدنجال وهذا الدنجال تهورة يعطي واحد عليك تكون في واحد الماداق البنات رائع شوفوا لاصوس رائعين لك وخاتر ما يجيش هذا الماء لا يجيش في هذا لاصوس عاقد يجي رائع البنات من بعد نضيف الخضرة دينا نضيفها في الكوكوت وهذه الطريقة وهذه الطريقة وكما قلت لكم البنات تركها تجيرا وعي البنات من بعد نضيف الخضر دينا نسده على الكوكوت ونضيفه تفورة ثالثة نضيفه من بعد ما تفورت لنا مزيان نضيفه مع ذاك البوخار كما قلت لكم نضيفه معلقة كبيرة دينا الملحة ونجيب واحد الكاز دينا الماء نضيفه عليها نضيفه في ذاك الماء ونجعلها تشرب هذه الطريقة سهلة لا نتمحنوش فيها يشرب ذاك الماء ويكون باقي سخون ويشرب ذاك الماء ويتحل يطيب ضغياء ويطيب لا يشدش لنا الوقت من بعد نشوفه ونحلوه نبدأ نرشوه شوية بشوية ونحلوه بهذه الطريقة هنا نرى وخرها البنات سخون وعرسية وطيب طيب ويدية طيبين الحمدلله ونبقوا مستمرين بهذه الطريقة نحلوه فيه نرى محلوه نرى فيه لتسكتولات نجيب الكسكاس دينا من بعد ما تشرب لنا ذاك الماء نجيب الكسكاس نضيفه فيها السميدة دينا من بعد ما ضفنا فيها السميدة نضيفه فيها السميدة نضيفه في الكفوق الكوكوت تكطيب لنا ومن بعد ما طابت لنا الخضرات دينا ها هي كيجات راكت جيالسلام من البنات من بعد ما درنا الطفورة الثالثة ها هو السكسو دينا طاب نضيفه في القصرية ونضيفه الفطور دينا هنا را درنا الفطور اليوم را در سكسو ونضيفه نضيفه للقرعة بشكل هذا نضيفه في الكورجيت نضيفه دنجال يعني نضيفه على حسابه ما يحب و ما يبغي وضيفه نضيفه دكا لحم الراس و الخضرات و اللحم و نبقه بستمرن و فارت مواقع و لا نقولقول لكم الابنات ف بالطفورة و واحد الريحة و واحد المذاق رائعة يا سلام رائع رائعة لنا حتى كأنني والعيرة التي يتوحمها يسمحوا لنا وهو الشكل نهائي دياله رائعي على البنات وهي الطبلة ديالنا الطبلة ديالنا ديال الطبق الرئيسي يعني رأى فيها اسكسوليوم رأى رأى يا سلام البنات عدنا ديسير ديالنا وهالصغار هاللبن والحليب والطمر أولى صوس هالحريرة الضبيض يعني الحريرة دي ما كتكون في الطبلة وهذه المسمنات للبنات سوف نشاركهم معكم إن شاء الله ولا اللقاء للفيديو المقبل إن شاء الله